نروح بقى يا حضرات على الصحافة الرياضية وتحديدا على مقر موقع يارلا كورا عشان نشوز منتنا العزيزة مريم سميح مجهزين اي من اخر الاخبار والمستجدات في منشتات الصحف والمواقع الرياضية المختلفة وكمان الجديد بالذكر انها هيكون بيها لقاء مع الاسدازة من عمر الصحفية بموقع يارلا كورا هذا الموقع اللي كان النهاردة واحد من اهم المنشتات اللي ظهر بيها نجم المغرب السابق احد نجوم المغرب السابقين صرح وقال ده رأيه هو الشخصي ان اقامة نهائي افريقيا بملعب محمد السادس بن قوسين كده ظلم للاهلي وختم تصريحاته بتساؤل متى تتوقف مهازل الكاف صباح الفل عليك يا عايزين نعرف بقى كل التفاصيل المتعلقة مهدر صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواند وبصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل موقع يلا كورا زي ما انت قلت يا كريم الضبط هيكون معنا طبعا للتعليق على كافة العنوين اللي هتكون معنا النهاردة الاستاذة مننا عمر قالنا قدر يضيب موقع يلا كورا خلينا الاول نستعرض عنويننا الصحفية اللي هتكون معنا النهاردة في هذه الفقرة العنوان الاول من يلا كورا طبعا اكيد نجم المغرب السابق اقامة نهائي افريقيا بملعب محمد الخامس ظلم للاهلي ومتى تتوقف مهازل الكاف والعنوان التاني من موقع اليوم السابع اتحاد الكورا يجتمع اليوم لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب لمباراتي غينيا واثيوبيا ومن صحيفة الشرق الاوسط سيتي ينجو من فخ واسهام ويبقي مصير اللقب بيدي وتوتنهام يقفز رابعا وأخيرا من موقع الرياضية للنبيع ليفاندوفسكي طبعا هيكون معنا للتعليق على كافة هذه العنوين قال أستاذة الصحفية منه عمر أنه قدر يا ضيب موقع يلا كورا طبعا بصبح عليك في الأول يا منا يعني حمد الله على السلامة بعد غياب طويل يمكن كان بسبب توقف عشر صبح في الألي في رمضان حمد الله على سلامتك مرتا صباح الخير عليك يا مريم الأول وصباح الخير طبعا على كريمه نهواندو وحشتونا جدا يعني لو هنتكلم يعني العنوان الأول أكيد ده من موقع يلا كورا عايزين نتكلم أنه وشاهد شاهد من أهلها يعني يمكن نجم المنتخب المغرب قال سابق عبد سلام واضو قال أنه غير عادل أبدا أنه يتم يعني نهاء إفريقيا في المغرب ما بين الأهل والوداد وكمان ده مش رأي بس واضو يمكن فيه عدد كبير من نجوم المنتخب المغربي علقوا ونجوم المغرب بشكل عام علقوا على فكرة يعني ظلم الكاف للأهل وأنه ما ينفعش نادي كبير بحجم نادي الأهل أنه يحصل معاه كل هذه المهانة من قبل طبعا الكاف لأنه هما شافوا ما هذا الكتير بتحصل قبل كده وده لا يليق باسم النادي الأهل بس يا ماريم أنت بدأت كلامك بالجملة اللي احنا كلنا أصلا قلناها يعني وشاهد شاهدوا من أهلها مش أول مرة يحصل مواقف زي كده من كاف ضد الأهلي بس خلينا تعالي نراجع سريعا كده أصلا هو ليه حصلت الأزمة يعني الأزمة بدأت أو يعني القصة كلها بدأت إمتى لو تفتكري في 2019 بعد ماتش الترجي والوداد والأزمة الكبيرة اللي حصلت والماتش أنه هو وقف ساعة واكتشفوا بعد كده أن تقنية الفار مش شغالة بعدها كيف قرر رسمي أن مباراة نهائي دوري الأبطال هتتلعب من مباراة واحدة وفي ملعب محايد عشان ما يحصلش كوارث زي دي مرة تانية طيب بناء عليه قرر بعد كده أنه بيبعت للاتحادات المحلية علشان اللي عايزين يستضيفوا مباراة نهائي الأبطال وده اللي حصل فعلا النسخة دي كيف بعت إمتى الخطبات؟ بعت الخطبات في هنائر طيب فإحنا بنتكلم من شهر يناير لحد ما تم الإعلان عن ملعب مباراة نهائي فترة كبيرة قوي كان ممكن أحسن الموضوع أو أحسن الجدل ده من بدري كيف أعلن إمتى موعد ملعب المباراة بعد مباراة الذهاب لنصف النهائي بعد تقريبا الوداد والأهلي كانوا ضمنوا أنهم خلاص هيلعبوا في النهائي فمن هنا حصلت المشكلة ومن هنا حصلت الأزمة أنه أنت كده طبعا مصر أصلا ما كانتش تقدمت يعني الملفين اللي كانت حيتحسن ما بينهم كان ملف المغرب أو ملف السنغال فأنت حسمتها للمغرب وقلت أن هو بناء على التصويت رغم أن أنت أصلا ما وضحتش في الخطبات بتاعتك إيه أو إيه الأليات بتاعت التصويت من هنا طبعا حصل الجدل ومن هنا حصلت الأزمة لما تيجي تبصي لنسخة اللي فاتت كيف أعلن إمتى برضو موعد الملعب أعلن بعد الذهاب بتعربع النهائي كان الوداد برضو متعادل برة وكسب واحد صفر بس طبعا شاء القدر أن الوداد أصلا ما يوصلش للنهائي فدي تاني مرة على التوالي المطش يتلعب في نفس البلد فعشان كده فيه جدل كبير طبعا كيف حط النفسه في موقف لا يحسد عليه أمش عافية يخرج منه إزاي بس في النهاية نتمنى أن المباراة تخرج بشكل لائق من حيث النظام من حيث التنظيم أسفل بتاع المباراة وفي النهاية طبعا نتمنى كل التوفيق الندي الأهلي بإذن الله أكيد طبعا بنضم صوتنا لصوتك والأهلي كبير أكيد في أي مكان العنوان الثاني اللي كان معنا أو يعني موجود معنا فيه عنواننا الصحفية بنتكلم على النهاردة فيه اجتماع هام طبعا لاتحاد الكرة طبعا يعني بخصوص معسكر منتخب مصر يعني الخاص بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا عشرين تلاتة وعشرين والمحدد ليه خمسة وتسعة يونيو المقبل يمكن الاجتماع النهاردة هيتكلم عن عودة أحمد حجازي كمان يمكن هنتكلم عن فكرة عدم ضم وجوه جديدة المنتخب نظرا لديق الوقت وأن فكرة حتى لو فيه يعني ضم وجوه جديدة المنتخب هيكون اسمة أو اتنين بالكتير جدا ولو ما ضموش وجوه جديدة هيكون نفس طريقة اللعب ونفس التشكيلة ونفس اللعبة اللي كانوا موجودين خلال المعسكر الماضي المعسكر اللي جاي ده مهم جدا 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 لإيهاب جلال يعني الناس منتظرة تشوف إيهاب جلال هيعمل إيه مع المنتخب منتظرة تشوف طريقة لعب جديدة أو هو هيقدم إيه بالعيبة اللي معاه خلافا عن السبقو الناس منتظرة إنها تشوف أداء يرضي الجماهير غير اللي احنا كنا بنشوفه طبعا قبل كده فإحنا زي ما انت ما قلت طبعا المعسكر ده أصلا استعدادا عشان مطشين غينيا وإثيوبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة طبعا لكاس الأمم الأفريقية هنلعب غينيا هنا الأول بعد كده هنلعب إثيوبيا بر أردنا المطشين طبعا كان أصلا متحددهم قبل كده يوم 2 ويوم 6 يونيو بس طبعا اتأجلوا بقى 5 و 9 علشان مطش النهائي دوري الأبطال اللي هيبقى يوم 30 مايو إن شاء الله بالنسبة اللي يضم وجوه جديدة زي ما انت ما قلت يا مريم أتفق معاك جدا هيبقى صعب إن إيهاب جلال يضم مع ناصر كتير جديدة بس ممكن يبقى فيه عنصر 2-3 كحد أقصى بحيث برضو إن هو عايز يبين للناس اختياراته يعني يدي إيه اللي هو أنا موجود بس فأنتمان لهم التوفيق بإذن الله إن شاء الله يمكن بقى لو ننتقل دلوقت للبريمير ليج وأيضا دوري أبطال الأوروبا يعني يمكن عندنا صراع كبير بين عدد من الأندية سواء طبعا تعادل 2-2 ما بين سيتي ووستهام يعني يمكن سيتي نجى من فكرة الوقوع في فخ وستهام كمان يعني يمكن تاتنام كمان صعد ليبقى أن هو الرابع بفرق نقطتين عن الأرسنل لأن كمان النهاردة ومواجهة أهمة جدا ما بين الأرسنل ونيو كاسل فكرة المراكز الأخيرة لدوري أبطال أوروبا كمان تعادل ليتز يونيتد وبريتون يعني كان يمكن تعادل مثير بعض الشيء خاصة أن يعني كان خلاص ليتز يونيتد يعني يمكن على حفظ سقوط أيضا وخرج مؤقتا بس من هذه الحفظ خلينا نبدأ بجزء أنت قلتي من شوية أن سيتي نجى من فخ السقوط قدامه وستهام هو الحقيقة سيتي لم ينجو بدل ما يخصار بقى التعادل بس هو في النهاية وخسر نقطتين النقطتين دول كان يفريوا معا جدا طبعا في سراع اللقب وشعرفة ليه الحقيقة لازم جورديولا يخلينا يشعفين ناخد نفسنا لحد الأمطر الأخير أنا بشجع سيتي أصلا بس فطبعا الحسم طبعا تأجل الجولة الأخيرة سيتي لو قدر أنه يكسب هو دولة 90 نقطة ليفربول 86 نقطة سيتي لو كسب بغض النظر بقى ليفربول خسر أو تعادل أو كسب أي إن كان هيحسم اللقب لأنه هو فضله جول ليفربول فضله جولتين هلعب ساوث هامتون وهلعب ويلفر هامتون فليفربول محتاج أن سيتي يتعادل أو يخسر بحيث أنه يبقى عنده فرصة أنه يحسم اللقب طبعا في سراع الجولة الأخيرة بالنسبة للمقاعدة الأوروبية طبعا أرسنال النهاردة عنده مباراة مهمة جدا أرسنال كان ممكن يحسم أصلا التأهل ليه من المباراة اللي فاتت بس يعني ما قدرش أنه يحسم داوم وعنده فرصة النهاردة إن شاء الله أنه يحسم مركز ليه في دوري الأبطال أخيرا عنوان هام جدا طبعا بخصوص ليفندوفسكي وبقاءه في بار ميونيخ يمكن جماهير نادي بار ميونيخ زي ما احنا شفنا يعني فكرة الهتفات الكتيرة جدا يعني أو على هامش الفوز باللقب العاشر على التوالي في الدوري الألماني يعني يمكن كانوا بيطالبوا بعدم رحيل ليفندوفسكي يمكن القائمون على نادي بار ميونيخ كان فيه بعض التردد بعض الشيء طبعا احنا عارفين عقد ليفندوفسكي لعشرين تلاتة وعشرين ولكن فيه كلام بيقول في تقارير صحفية أنه ممكن أنه الترفين يتفقوا على رحيل طبعا ليفندوفسكي هذا الصيف ولكن فيه أيضا رأي آخر بيقول أنه لن يرحل إلا مع نهاية انتهاء ليفندوفسكي نفسه هو قال أنا ما تعرضش علي عقد ما تعرضش علي عرض من بار ميونيخ وأنا عايزة أمشي الصيف ده تمام الرئيس مجلس إدارة نادي بايرن قال أنه حتى لو مقدرناش أن نحن نوصل للاتفاق مع اللاعب البولندي فهو عقده ممتد معنا لحد صيف عشرين تلاتة وعشرين فهو كده ولا كده هو هيكمل العقد طبعا ده تضارب لأن ليفندوفسكي نفسه قال أنا لو كده عايزة أمشي الصيف ده رجع برضو رئيس بايرن قال أنه اللي عرفوا أن أوليفر كان طبعا الرئيس التنفيذي للنادي قدم عرض لللاعب البولندي بس هو هو اللي رفضه أو هو اللي ما قبلوش يعني طبعا ده بيتزامن مع أنباء أخرى قالتها مجلة كيكر طبعا الألمانية الشهيرة أنه في مفاوضات ما بين بايرن وما بين بورشلونة وما بين ليفندوفسكي أنه هو ممكن يعني ينتقل للنادي في الصيف ده التفاصيل كمان اللي هي قالتها أن العقد هيبقى لمدة ثلاث سنين وأن بورشلونة هيضطر أنه هو يدفع خمسين مليون يورو يعني فخطوة يعني أعتقد يعني ليفندوفسكي أكيد لازم يكون حاسبها كويس أو إذا كان هيروح بورشلونة أو أنه هو يكمل في بايرن سيزون جاي منا بشكورة جدا طبعا على هذا التحليل لكافة العنويل اللي كانت معنا النهاردة في جولتنا الصحفية دايما بتشرفينا وبتنورينا بهذا التحليل طبعا على شاشة قناتنا دي الأهلي وعشر الصبح في الأهلي ده طبعا كان لقاءنا وتحليل الأستاذة مننا عمر النقضة الرياضية بموقع يلا كورة لكافة العنويل الصدرة صباح اليوم الاثنين من داخل موقع يلا كورة بشكركم جدا العودة للسوديو نحن نشكرك جزيلا الشكر زمالتنا العزيزة مريم ساميحة على هذه التغطية الصحفية المتميزة وتحياتنا لضيفتك الأستاذة مننا وياريت تبلغيها أنها كمان لها وحشة كبيرة ونشكرها على الكلام الجديد من الصحفيات المتقلقات جدا في عالم الرياضة حقيقي ونشكرك أكيد زمالتنا العزيزة مريم ساميحة